السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي إخواتي كما العادة معكم محمد ودي ما كيجيب الجديد والجديد دينا الإخوان هو خبر مفرح للمغاربة اللي كيعيشوا في مدينة سبتة يعني صراحة كانت معاناة ومعاناة وده بالحمد لله بالنسبة الجمارك المغربية كتحيدها تطبع بشكل نهائي وبالنسبة ولكن اللي ساكنت سبتة فقط أما ساكنت مليليارها مازال كين تطابع أخوتي إخواتي بقوا مع هذا الفيديو تطلق الله يجزيكم بخير باش نعرفو شنو دارت إسبانيا إسبانيا حتى هي كتطبع ولكن دارت واحد للحل مع ساكنت سبتة الله يجزيكم بخير باش نستمرو في القناة المتواضعة أيثما دي سمع بالنسبتي وذا نيتعجن دي سبتة يجن نخبار السفار راح غاصل هو نخبار آخر أخبار إذا نغدوس النهار أيثما دي سمع هو يوذن يتعجن دي سبتة المغرأ ذنيني الجماريك الجماريك يجن تتوان وذسن تضبع شا يعني كاستيخو الجماريك يجن كاستيخو وذسن تضبع شا ولكن سبانيا تضبع قاسم يجل الحل يجل الحل صراحة يجل الحل يصبح وأتمنى إن شاء الله زي الإخوان كمتا كران قافي دو الله جزيكم بخير باش نغزمت للحل كسن تكاسبانيا أكي مغرابين يتعيشن دي سبتة خوتي إخواتي صراحة خبر مفرح بالنسبة للمغاربة اللي كيعيشوا في سبتة يعني خبر صار وبالنسبة الجماريك المغربية صافر حيدات ذاك الطابع يعني ما كتبعش حاليا ولكن كتسجل الباسبورت في السيستيم هذا هو يعني هذا هو الخبر اللي كاين حيدات الطابع ولكن كتسجل الباسبورت في السيستيم وإسبانيا شنو درت مع المغاربة اللي كتبع لهم بالنسبة للناس اللي عندهم باسبورت عامر يعني جابت لهم واحد الحل الحل و شن هو كيدلوا واحد الورقة كينسقوها في باسبورت وتما كيتبعو يعني مشيع أجيع يعني نعمرك ذكر باسبورت ديالك بالطابع وصير بدلوا عاود أراها الشيء بزاف ولكن إسبانيا درت الحل صراحة واحد الحل مخي يرقع بنسبة للمغاربة يعني جابت واحد الورقة يعني غير تسقوها غير تسقوها بنسبة المغاربة في الباسبورت تما كغيتبعو يعني الجماريك ديال إسبانيا إسبانيا أيتما ديسمع صراحة نجل الحل يصبحت قيت إسبانيا اسمح ميخت عرفتها وغير يسمحوا لي على دل عربية وصفية مهم لا يجلزيكم بخير بنسبة الإخوان إسبانيا درت واحد للحل مع المغاربة اللي كعيشوا في سبتة يعني كالطبع ولكن يعني الضبع الضبع ماذا بسو بارتي وزو ماذا تعمى مارا مركز عماري ثم ماري سحة تبدر تبدر لذلك النغني ولكن تشارس توريق ضبع عنديس يعني ضبع عنديس تكمل ثوريقت النغني يعني ثوريقت تغييم بوليسية كما تكمل تكسل بوليسية يعني تكسل ثوريقت النغني يعني نخباري صفار رحوا بنسبة الجمارك المغربية نجان تكسل نغذي الفنيدق يعني سوفي أفضع كسنتق نهائيا وني يعني تسجل نخو بسو بارتي السيستيم وهذا هذا وضر يغاصل النهار غير مغربين 18 دي سبتاء وش نتمنى إن شاء الله عاوذ مليلية ونتوش مليلية عاوذ نتمنى إن شاء الله احتضي بالإنسان القلمان نتمنى بالنسبة وذان يتعيش دي مليلية عاوذ قررني نتعينا نجل معنا التمقرات واسم بسو بارتي عم سوظ نتمنى إن شاء الله أذق المليلية لأن نتمنى نتمنى سنة القانون دي ولكن نتمنى نهار يبان عاد الخبار يتمنى سماء نهار يتمنى ونتمنى عاوذ إن شاء الله في أقرب وقت أذق إن شاء الله يتمدسم بالنسبة مغربي يتعيش نعود دي مليلية نتمنى في أقرب وقت هاتش اللي نحن 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 حتى مليلية يتعاملوا معهم بهذا الإجراءات اللي كانين في سبتة يعني يتعاملوا بهذا الإجراءات صراحة هذي الإجراءات زوينة بزاف بالنسبة الناس اللي يعيش في مليلية عندهم باسبورت عامر بالطابع للمغرب ولكن بالنسبة ما ننسوش عود بالنسبة الجمارك دي مليلية حتى هم يحيدوا هذي الطابع يسجلون غيف غيف سيستيم مصابي هاتش اللي بغينا حني وبالنسبة حتى عود صلوط دي دي المليلية حتى هم بغينا يتعاملوا معنا بالسيستيم دي سبتة هاتش اللي بغينا حني إلا بغينا هد الخبر ان شاء الله تبارتاجي باش نوصلوا ان شاء الله هد الفيديو قاع الناس اللي كايشو في سبتة والفنيدق وطيطوان وتحية وحت تحية خاصة الناس دي الفنيدق وطيطوان ومنسوش الناس دي سبتة تحية لكم يلا السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته